كشفت غرف دبي خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته اليوم في مقرها عن انضمام 67222 الشركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي بنسبة نمو سنوية بلغت 20% وهي أعلى نسبة للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة في حين بلغ إجمالي عدد الأعضاء النشطين في عضوية الغرفة 217,788 شركة بالنسبة نمو سنوية بلغت 26.8% وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 284 مليار و500 مليون درهم بالنسبة نمو سنوية بلغت 4.3% نجحنا بالعمل بقرب مع قطاعات الأعمال متمثلة بمجموعات الأعمال بعد رفع عددها من 28 مجموعة إلى 105 مجموعة في عام 2023 بمراجعة 111 قانون مع الجهات الحكومية المحلية وتنسيق 92 اجتماع مع الجهات الحكومية المحلية لضمان مراجعة وإشراك القطاع الخاص في تطوير مشاريع القوانين التي تمسبئت مزاولة الأعمال ونجحت غرفة دبي العالمية في استقطاب 138 شركة متنوعة منها 34 شركة متعددة الجنسيات بالنسبة نمو سنوية بلغت 580% و104 شركات صغيرة ومتوسطة بالنسبة نمو سنوية بلغت 550% وبلغ عدد شركات دبي التي دعمت الغرفة توسعها الخارجي 77 شركة بالنسبة نمو قياسية بلغت 756% في حين ارتفع إجمالي عدد المكاتب الخارجية التي تديرها الغرفة إلى 31 مكتباً مع افتتاح 16 مكتباً خارجياً جديداً خلال العام 2023 وعشرين وحدة صغرفة دبي الاقتصاد الرقمي تم دعم استقطاب 549 شركة رقمية ناشئة وتسع شركات متعددة الجنسيات في مجال الرقمي والعمل مع الحكومة في تطوير الأنظمة الخاصة بالقطاع الاقتصاد الرقمي النمو القياسي في عدد الأعضاء الجدد ما هو إلا دليل على نجاح الدولة في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال ترجمة نانسي قنقر